معنا في الاستوديو مشاهدين سعادة أحمد أل سودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية العقارية مساء الخير أستاذ أهلا وسهلا بكم مساء النور كل عام والإمارات بكل خير وأنتم بخير والإمارات بخير الله يخليك الله يطلع إذن العالم يضيف فرحة جديدة إلى فرحة الإمارات باحتفالها بيوم اتحادها السادس والأربعين بتصدرها الرقم واحد لعدة مرات لكن هذه المرة جاء ضمن مؤشر الازدهار العالمي إلى أي حد إذن أثمرت خطط الإمارات الرشيدة الناجعة في الرصول إلى مكتغاها بداية حقيقة يعني شرفني أتقدم بخالص التهاني إلى سيدي صاحب السمو الشيخ خليا بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوب نائب رئيس الدولة رئيس مسجد راحاكو دبي وإلى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة وإلى صحاب السمو الشيخ أولياء العهود وإلى كل شعب الإمارات والمقيمين فيه بهذه المناسبة الطيبة داعي الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعلينا بالخير والبركة إن شاء الله إن شاء الله الشيثنا تعرفين يعني دولة الإمارات العربية المتحدة يعني من أيامنا المغفور له المؤسس القائد الشيخ يعني زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله تراه والقائد المؤسسين من الآباء الحكام والآباءنا جميعا يعني وضعوا خطط يعني تنموية وخطط يعني مدروسة من ذلك الوقت يعني وأكمل بعدهم أصحاب السمو الشيخ الحكام الحاليين وعلى رأسهم طبعا صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو ولي حد أبو ظبي نقل المسلحة الاستكمال ما بناه الآباء المؤسسية فلذلك لا نجد يعني أي شيء يعني يمنع أن تكون دولة دائما الأول في كل شيء في الازدهار في الاقتصاد حتى الآن في يعني من الدول القوية الجواز مال هي دخل جميع الدول أقوى دولة الآن أصبحت بعد الاتفاقيات الأخيرة هذه حوالي أربع خمس دول دخلت يعني أصبحت يعني هي رقم واحد تقريبا في العالم نحن اليوم يعني نرى أنه يعني حتى يمكن رقم الواحد ما يكفينا إذا فيدي رقم آخر كده يعني واحد بامتياز أو واحد ممتاز يعني لا بد أن تحصل إلى دولة الآن تستميل الإمارات هذا التوجه هذا التوجه لا نقبل بغير رقم واحد بلاس نعم وهذا ما نتمنى أيضا طيب سعدت الأستاذ أحمد على ماذا استندت الإمارات للوصول إلى مبتغها هذا وأيضا التحسن الكبير في مستوى الحياة والمعيشة للمقيمين والوافدين خلال العوام العشرة الأخيرة بالتحديد شوفي يعني دولة المارات المتحدة يعني سخرت كل ما تملك يعني أولا يعني القيادة اقتربت من الشعب بشكل كبير يعني وملموس هذا طبعا والمسواء كان المقيم أو المواطن يعني أصبح اليوم نحن اليوم في دولة إمارات يعني دولة التسامح دولة السعادة نعم يعني الدولة وضعت وزراء للمجموعات هذه التسامح له وزيرة والسعادة له وزير وهكذا نعم هذه الأشياء كلها وهذا التقارب خل القيادة تدرس وتحس اتصال مباشر نعم ما في حجاب ما بين المواطن أو المقيم ما بين القيادة نعم والشيخ محنبر راشد منع إقامة أبواب ما بين المسؤولين والمواطنين وبالتالي كانت المعلومة تصل مباشرة إلى المسؤول ويتقذ فيها القرار المناسب لكذلك الحكومة يعني استشعرت احتياجات المواطن وفرت أو المقيم وفرت السكن وفرت الكهرباء الماء نعم نرى أن حتى المنازل والأراضي توزه الحكومة البنية التحتية تكون موجودة قبل أصل ما توزه الأراضي نعم كذلك يعني مشاركة القيادة المواطنين في أفراحهم في أحزانهم في جميع مطلباتهم يعني توفير يعني جميع خارجين يعني اليوم يسألني واحد يقول طيب الحكومة ليش تدخل مثلا تأمل أحسن دولة في دخول مواطن بدون تأشير الدول الأخرى لا مهم جدا يعني أنا أجاب في الليلة قرأ أسافر بدون إزعاد بدون شيء أروح للمطار مباشرة أسافر أجدد جواز سفري نعم جواز سفري منتهي أو أفصل المطار أهلا منتهي أبا أرجع قعد يومي لا في المطار موجود ساكسن جدد جوازك يتسلي كل الأمور جدد إقامتك للناس حتى بالنسبة الوافع جدد إقامتك كل شيء أونلاين أي شيء تريد أنت اليوم في الإمارات رخص تجارية جوازات رخص تجديد مركبات عندك الآن الكود نمبر هذا بالنسبة للوزارة الداخلية يعني حقيقة وأنا أشكر الشيخ سيه بن زايد اللي هنا الله يطول عمره يعني اليوم نحن في كل معاملات وزارة الداخلية من البيت يعني أونلاين أنا مشغول أعطي الكود نمبر ما لابني يعني ثقة أو زوجتي أو أختي أو بنتي تقوم بإجراءات وأنا أعطي لنا الفيزا تلفع بالفيزا هذه المكونات كلها هي التي ساعدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تشتهر محليا وعالم إقليميا وعالميا اليوم الناس كلها يعني فرحانة أنا قبل شوي وأنا جاي واحد رسلي صورة لواحد من الجنسية الهندية السيخ نعم عامل هذه اللي هي القبة عمالت أو شو سمونها باللون الإمارات أخضر وهذولا معروفين شوفي بريطانيا أصرت عليهم أن يلبسوا الخوذة عشان السوق الدراجة رفضوا وتمسكوا بيش بي لفتهم هذه نعم كون يضع دول ينزل قبعة هذا ويلبس عنهم دولة الإمارات هذا شيء كبير هذا معانا فيه إيش حبهم لدولة الإمارات حبهم وولاءهم لهذا الوطن ونحن حقيقة في دولة الإمارات العربية المتحدة هذا هو اسعاد القيادة للشعب وولاء للشعب للقيادة هكذا تكون الأمور نعم طيب سعادة أستاذ أحمد أهمية التخطيط للمستقبل البعيد والقريب للارتقاء بأي بلد يسعى للتقدم هذا الذي ترتقي له الإمارات وكما نعلم هناك خطط حتى عام 2021 مثلا في دولة الإمارات خطط مستقبلية المصارحة والمكاشفة نعم والحب ويعني اليوم أنت مش عيب أن ما تملك حاجة معينة ولكن تصارح فيها الشعب قولي اليوم أنا ما أملك هذا الرجاء أعذروني ساعدوني يعني يجب أن يكون في مكاشفة مصارحة ما بين أنا أعتقد هذا هو رقم واحد وثاني شي الحب والتقارب ما بين القيادة والشعب ومن ثم توفير الإمكانيات اللازمة التخطيط مثلا ما تفضلت أنت لغاية سنة 2070 نعم والاقتصاد لغاية 2050 نعم يعني وضوح الرؤية خطط معينة المدى نعم وضوح الرؤية في كل مجال من المجالات يخلق هذا التقارب ما نقول مننا أنا أقول أي دولة تريد أن يكون لها مثل ما كان في الاستمارة العربية المتحدة يجب عليها أن تجتهل في وضع الخطط التنموية اللازمة للمواطنين وأهم حاجة يعني الأشياء المعيشية الأولية ومن ثم ما فوق ذلك يعني اليوم نحن نحن لا نفكر في السكن وفي الأكل وفي الكهرباء وفي الماء وفي المجال وغيره في الدول الكثيرة ما عندها هذا الشيء نحن ما نفكر في هذا الآن نحن نفكر ماذا علينا في المستقبل كيف نطير نطير بتاكسي نعم تفلاء يعني من مكان إلى مكان بالتاكسي مش بالهذا كيف نستخدم السوبر لوب من إمارة إلى أخرى كيف نفكر في المستقبل البعيد كيف يكون مستوى المعيشية عندنا والرقين نعم طيب سؤال أخير لدينا من الوقت طيب سعدت أستاذ أحمد التقدم التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الذي اعتمدته دولة الإمارات للمستقبل وأيضا بدأت فيه حاليا إلى أي حد سيحدث ثورة في كافة المجالات في دولة الإمارات لا شك هو أحدث فعلا نعم الآن نحن أحدث نحن الآن نعيش ثورة مش موجودة حتى في أوروبا نعم نحن الآن نعيش في ثورة موجودة حتى في أمريكا نحن استقطبنا جميع الأشياء الثورات الالكترونوجية والصناعية من جميع الدول من الصين من أمريكا من بريطانيا من جميع الدول الأوروبية ودمجناها في بعضها البعض واستخرجنا مننا أشياء جديدة نحن نؤمن في الإمارات بأننا نحن دولة يعني متقدمة صناعيا ومتقدمة في جميع مجالات الإلكترونية يعني الأشياء المتقدمة في جميع المجالات في تاكسي في طيارة يعني في المنزل المنزل الذكي يعني نحن أنا اليوم في الاتحاد العقاري نحن الآن عندنا في 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 المنازل الذكية مش موجودة حتى في أوروبا يمكن نعم نحن الآن نفكر كيف نساعد إخواننا العرب أنه يصلوا إلى هذا يعني المستوى من البيوت الذكية من السيارات الذكية من اليوم السيارات نحن نشجع يعني الكهرباء مجالا للسيارات الكهربائية نعم نحن مع أننا نحن عندنا دولة بترولية عندنا بترول المفروض نحن نستخدم البترول ما لنا لكن لا البترول هذا رح ينضب البترول هذا رح تحدث ثورات أخرى نحن نفكر أن نأتي بالمستقبل اللي في عام خمسين وواحد سبعين أن نأتي به اليوم وهذا هو التحدي نعم أن نكون نحن ما يكون في المستقبل أن نأتي به في هذه الساعة وفي هذا اليوم وهذه هي دولة إمارات العرب المتحدة عاشة القيادة وعاش الشعب كل عام وأنتم بخير وأنتم بخير شكرا الله يخليك على بحث هذه المواضيع التي تهم الوطن والمواطن وكل عام وأنتم بخير وأنتم بخير شكرا جزيلا لك شكرا لحضورك معنا في الاستوديو كان سعادة سيد أحمد السودين رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتنمية العقارية شكرا للمشاهدة